السلام عليكم ازايكو عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة سيدة كده كلها حب فيديو النهاردة عايز اقولك يا غالي ان هو اكتر من رؤع فيديو النهاردة بجد بجد جميل جدا هتشوفوا النهاردة تنظيم السيدة اللي معينا هيكون عامل ازاي ونشوف تفوقها كمان في بتها وكمان الوانها المبهجة خصوصا في غرفة النوم في حاجات كده النهاردة حلوة جدا جدا هتعجبكم انا متأكدة من ان الفيديو ان شاء الله هيعجبكم بس قبل ما نكمل الفيديو عايز ادعمكم اللي هي باللايك يعني بصوا انا نزلتك على المنتدى من يومين احوال الكنان معايها عاملة ازاي بجد بقت صعبة جدا والله العظيم الوحد بس بيزهل على التعب اللي هو بيعمله والمجهود اللي هو بيعمله وبيكون على الفاضي ففضلا منك يا غالية حطيلي بس لايك وكمانت كده شجعيني بي عشان اتشجع معايكو اكتر ونزل لكو فيديوهات اكتر واكتر احسن من اللي قبلها وكمان لو انت جديدة معاي من خلال الفيديو ده اكيد يساعدني موجودك معاي اتنا ورالة الكبيرة اشترك في القناة وفعالي زرار الجرس على الكل عشان يوصل لكو كل جديد مني فابدايا كده في اول الفيديو ان شاء الله بامر الله خلاص انا هنزل لكو الفيديوهات كل يوم الساعة 10 بتوقيت القاهرة هرجع تاني نفس المعات بتاعي لانا كنت منزل فيه الفيديوهات بتاعتي الساعة 10 فان شاء الله انتظروني كده واستنوني كل يوم بامر الله الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة علشان يعني حابت اناوها في الفيديو ده كده عشان اعرفكم بعد كده ان الفيديوهات هتنزل الساعة 10 زي الاول ان شاء الله بس كده بصوا بقى اول حكي كده زي ما انتوا شايفين السيدة هنا ده مطبخة في الاول او قبل التجديد او بعد التغيير هنشوف هنا ترتبها ازاي ليه كانت بترتبه حاجات بسيطة وطبعا كانت مركبة الحامل الجديد اللي هو مفروض اللي هو الجلد فبتحط له كده هكات او علقات علشان تحط عليها الحاجات اللي هي زي ما انتوا شايفين الموجود الحاجات اللي هي بتحطها ممكن تحط مثلا اي ديكور زي ما انتوا شايفين برضو حطت عليها معالي يعني على حسب ما هي بتفضل او بتحب تعالوا بقى هنا نشوف ترتبها ليه المطبخ وهترتبه ازاي بعد التجديد والتغيير هتنظم فيه ازاي بس اول حاجة حابت ان هي تعمل تنظف البتجاز طبعا هنا كانت بتقول بعد ما بتخلص البتجاز بتحط عليه كده القطعة زي الرخام علشان خاطر تخلي البتجاز يكون مع الرخامة كلها واحدة هنيجي هنا بقى لتنظفها للحوض نظفت الحوض وبما ان هي هتزبط فوق فلايزم يكون المطبخ كله يكون نظيف عجبني جدا البوكسات اللي هي حطاها في قلب التقفيل ده علشان خاطر تحط فيها البسكت وفيه حاجات تانية كمان بتحطاها فيه بس عجبني الفكرة بتاعته يعني هنيجي هنا للكانديجور حطت فيه بقى الشاي والقهوة والبسكوت على حسب ما هي بتستخدم يعني او استخدماتها هنشوف هنا بقى غيرتهم كده باللون البنك هي كانت حبة كل حاجة تكون حطاها باللون الجلد من نسبة لي الصواني وكمان اي حاجة عشان هي غيرت الحنفية تعالى نشوف الطاقم الجديد اللي هي جابته والطاقم ده جلد برضو وهي بتقول بما ان هي يعتبر كل الديكورات بتاعتها او كل الحاجة اللي في قلب المطبخ باللون الجلد والابيض فكانت حبة جدا ان هي كمان تجيب طاقم الحلل بتاعها هو ستالس ولكن من بره مذهب زي ما انتوا شايفين باللون الجلد شايفين بقى المنظم الحلو ده ده فاصل كده ما بين الحلل وده منظم تقدري برضو تحصل عليه من اي مكان حطت فيه المقالي او التصاد هنا بقى كانت بتوريكو برضو هنا هتغير شوية من الديكور وجايبة شوية حاجات زي فوزة الورد اللي بتتعلق برضو على الهو اللي هي بتعلق على الحامل بهوك كده او بعليقة بتركبيها تيجي تبصت لقيها معايكي الفوزة اتحطت بكل سهولة هنا بقى غيرت شوية فيه الجرات وحبت ان هي تحط فيها شوية من المأكلات او شوية من الاكل علشان ركن الشاي او ركن المشروبات كمان عجبني جدا نستند بتاع المعالق البسيطة دي مع الموجات والشكل الدكوري ده يعني كنوع من التغيير او كنوع من التجديد زي كوفي كورنر كده بس سيمبل هادي رقيق بصوا مفيش فيه شغل كتير وده احسن حاجة يعني كل ما يكون عندك الحاجة هادية مفيش فيها اوفر كل ما هتحسي فعلا ان حياتك افضل وحياتك احسن انما لما بتحسي بحاجات كتيرة كده فعلا بتبقي متضايقة وفي نفسيتك متضايقة ان فيه حاجات كتيرة فوقك كده ومش بتحسي براحة يعني كتكون حاجات دي انت جايبها جديدة كل حاجة ولكن مش احساس الراحة ده مش بيكون موجود تعالوا هنا بقى نشوف الريسبشن عندها او الانتاري وهنا حابة تغير كنوع من الدكور الجديد زي نظام فروع على الحيطة من الظهور وكمان اللي تبلوء اللي هو المراية وهتبتدي بقى تغير كمان السطارة باللون الازرق كده ومع الابجورة الرئيئة الجميلة دي بتعمل متشنج حلو جدا في الريسبشن وهي عايز اقولكم ان هي عاشقة للون الروز او للون البينج فبتعشقهم جدا يعني وبما ان كانت بقى بتحط كل الحاجات دي فلازم طبعا كانت تعمل الديكورات اللي انتوا شايفينها دي وده شكل الدكورات بعد ما غيرتها او بعد ما جددتها زي ما انتوا شايفين شايفين بقى الشكل طبعا انا جبتلكوا في النص كده الاول بيكون عامل ازاي ودلوقتي كان عامل ازاي يلا بينا بقى نشوف كمان في المكتبة او المكان بتاع المكتبة شاشة تلفزيون يعني علقت كده الشمعيدان الحلوة هو طبلوع على الحيطة ولكن حطت له او ضفت له الشمعيدان وده تقدروا ان كنتوا تعملوه وتقدروا كمان ان انتوا تنفذوا عندكم في البيت لو انت حبق الشكل ده تقدروا تجيبي اي طوق كده عندك مدور ممكن تجيبين وتشتريهم مقساتهم مش بيبقوا غاليين وتلزقيهم في بعض زي شكل طبلوزة زي ما انتوا شايفين كده ويتبتدي تحطي فيه شمعيدان ولكن الشمعيدان خليك حظيرة لو فيه عندك اطفال بلاش شمعيدان ابدا اللي هو بيولع فعلا لأ خليه اللي هو الالكتروني يعني تقدر يتشغليه وتطفيه انتي فلقدر له اشان محصدش اي حاجة شايفين هنا الكوشنز كمان بتاع الصفرة عملت فيه استرصي بسيط كده غيرت من شكله شايفين ذكور اللي كان في الريسبشن هي هنا كده بتقول مش بتحطه في حاجة واحدة لأ هي بتحطه في جميع الاماكن علشان لو انتوا حابين انه كنتوا تغيروا او تجددوا ممكن يكونوا عندك حاجة واحدة ولكن تقدر انك انت تشيريها من هنا تحطيها هنا والتغيير طبعا بيكون مطلوب ويكون متجدد عندك انتي تعالوا نشوف بقى هنا في غرفة النوم عندها وغرفة الدرسنج او الغرفة بتاعت الملابس وهي اول حاجة كانت بتنظم كده زي ما انتوا شايفين المخدات وكمان الكوشنز والملايات وكمان الشالات بتاعتها تعالوا بقى نشوف كمان هنا في الحمام او في الطايلت هتبتدي ان هي تنظم الحاجة بتاعتها الشخصية من نسبة للمناديل الميكوب من نسبة لكل حاجة بتستخدمها للميكوب بالمنظمات اللي احنا كلنا عارفينها برضو تقدر تحصل عليها من اي موقع او من على امزون او على اكس بريس هتلاقي منظمات دي تقدر تكتبي بس منظمات الميكوب اكتبي بس كده منظمات ميكوب هتلاقيها واكتبي كمان منظمات ميكوب اكليرك في السرش وهتطلع لك المنظمات دي كتير بقى شوفي انت حبة ايه بقى تقدر ان كنتي جيبية تقدر تحط فيها الستيكس تقدر تحط فيها الشفرات تقدر تحط فيها المناديل زي ما انت شايفين بتحط البنس والتوك اي حاجة اي استخدام يعني ومش شارط بس للتوك بس لانت بكوا تستخدموه على فكرة كمان للشاي والسكر لانه انتوا زي ما انت شايفين هي بتتقفل مغلقة يعني فتقدر ان كنت تحط فيها حاجات كتيرة مش شارط للحاجات دي بس او للتويلت يعني احنا بندى افكار وانت بقى ايه بصي ابداعي بقى زي ما انت عايزة وحطي اللي انت حباه زي ما انت عايزة يلا بينا بقى نشوف بعد ما خلصت نشوف جولة كده في الغرفة وتجديدها في غرفة النوم شايفين الالوان كلها كده تحسوا ان هي الواناتها جميلة الواناتها حلوة كلها بقى جاة كلها اطلال كده ولكن برضو مش هنختلف عن حتة الروز او اللون البنكات هي بتعشقها جدا او اللون الكشمير فهي بتعشقه جدا جدا شايفين هي من خلاف الغرفة عندها يعني بطريقة مبهجة كده انا جبتلكوا اكتر من مقطع عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي واخر حاجة هي هنا معينا بتعملها هي غرفة الملابس او غرفة الغسيل وهتبتدي كده برضو بالمنظمات اللي احنا عارفينها هتبتدي تحط الكولور بتاعها الدوني المسحوق المبايد بتاع الغسيل كل حاجة المناديل كل حاجة زي ما انتو شايفين ناس كتير قالولي الدوني اللي هو الحبيبات ده حلو جدا 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 فناس كتير شقرت فيه لو انت عايزة جيبيه وخايفة منه يعني انا انصحك انك انت جيبيه لانه حلو جدا مش اكتر من كومنته ومش اكتر من سايدة جيبتها لكم بتحط الدوني ده ناس كتير قوي شقرتلي فيه بصراحة يعني هنا طبعا بتحط المناديل كلها وبعد ما خلصت هترصصهم كده الرصة البسيطة الهادية الكيوت دي اللي بجد فعلا فيها بيكون فيها بهجة وسرور كده هنيجي بقى هنا كمان اخر حاجة كده كباية القهوة والمية الجميلة اللي بتكون بالورد والكيك الحلو بجد ده حاجة لازم انت كافئي نفسك وتكافئي اولادك كمان وزوجك في اخر اليوم كده لازم يكون عندك حاجة كويسة انك انت فعلا يعني تحس كده تعبك اللي انت عملتيه كل يوم دوت او طول اليوم تحس بيه كده ببهجة وبسرور في اخر اليوم بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتاعي النهار ده ويارب يكون الفيديو عجبكو ويكون السيدة الجميلة اللي كانت معينا النهار ده تكون عجبتكو اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعاية الله وحفظه ومع السلامة